مرحبا بكم في مكتبة العم عارف بطريقته الخاصة يعتبر فيتاكورس أسطورة في المدرسة الثانوية في المثلث القائم مربع الوتر يساوي مجموعة مربعات الضلعين الآخرين هل عادت إليكم ذكريات فصل الرياضيات؟ الشيء المضحك هو أنه على الرغم من تسمية هذه النظرية باسمه فإن فيتاكورس لم تكن له علاقة بها في الواقع كان علماء الهندسة القدماء على دراية بهذا التأكيد بعد أن استخدموه لبعض الوقت لتشييد مبان بزوايا قائمة لكن في حين أنه لم يخترع هذه النظرية فإنه فعل شيئا أفضل من هذا من خلال شعاره كل الأشياء هي أرقام كان أول من ادعى أن الظواهر الفيزيائية يمكن التعبير عنها بلغة رياضية وتوقع المبادئ الأساسية للعلم الحديث قبل قرون عدة من الزمن جاءه هذا الإلهام من خلال الموسيقى في أحد الأيام أثناء مروره أمام ورشة حداد لاحظ فيتاكورس أن اصطدام المطرقة بالسندان كان أعلى أو أقل حدة اعتمادا على حجم الجسم الذي يتم ضربه هذا جعله يتساءل عما إذا كانت هناك علاقة بين طول الوتر والنوتة الموسيقية التي ينتجها اكتشف أنه إذا قطفت عدة أوتار بنسب محددة بين أطوالها في نفس الوقت فستجعلها منسجمة إذا كان أحد الوترين ينتج النغمة دو فإن نفس الوتر أثناء الضغط عليه بثلثي طوله ينتج النغمة صول وبثلاثة أرباع طوله فا وهكذا من هذا المنطلق أنشأ فيتاكورس مقياسا موسيقيا بمعنى أوسع أنه وضع أساسا قوانين التناغم الموسيقي التي تتوافق مع العلاقات الرياضية تم التعرف على هذا الاكتشاف الأساسي من قبل أحد رواد موسيقى الكمبيوتر في القرن العشرين يانيس الذي كان يقول كلنا فيتاكورس لكن فيتاكورس لم يكن مهتما بالموسيقى من أجل الموسيقى كما أنه لم يهتم بالعلم من أجل العلم كان مهتما بالكون ككل كان هدفه إيجاد العلاقات بين الأرقام والجمال يمكن وصف هذا بأنه فلسفة وهي كلمة بالمناسبة من المفترض أن فيتاكورس اخترعها على الرغم من أنها فلسفة غير عادية إلى حد ما تجمع بين العقلانية والتصوف وهو ما يقودنا إلى جانب مختلف من فيتاكورس المعلم في جنوب إيطاليا أسس مدرسة على الرغم من أنه من المحتمل أن تسمى في الوقت الحاضر طائفة يتم فيها اختيار التلاميذ بناء على شكل وجوههم أو طريقة مشيهم بمجرد قبولهم كان عليهم اتباع قواعد معينة بعضها تقليدي كارتداء الملابس أو أخذ عهود الصمت والبعض الآخر غريب عدم التبول في اتجاه الشمس أو تناول الفول لا يزال أصل هذا المحظور لغزا يعتقد البعض أن السبب في ذلك هو أن تناول الفول يسبب انتفاخ البطن يقول آخرون إن السبب في ذلك هو أنها تشبه الفرج على أي حال كان تلاميذ فيتاكورس يعتبرونه إلها حيا واستمعوا إلى تعاليمه دينيا من دون أن يروه فعلا لأنه كان يدرس من وراء ستار سعى فيتاكورس لوصف كمال العالم سواء على الأرض أو في السماء ولأن الموسيقى هي جوهر هذا الكمال فقد كان يعتقد أن الكواكب تصدر نغمات موسيقية أثناء تحركها وتعتمد نغماتها على بعدها عن الأرض كان من المفترض أن يكون البشر غير قادرين على سماع هذه الأصوات حيث اعتادوا عليها منذ سن مبكرة قيل إن فيتاكورس فقط الذي لم يكن مثل أي شخص آخر كانت لديه تلك الموهبة استمر هذا الاعتقاد في الموسيقى السماوية لفترة طويلة في القرن السادس عشر حاول عالم الفلك يوهانس كيبلر عبثا إثبات أن حركات الكواكب تتبع قوانين التناغم الموسيقي مع مزيد من النجاح ألهم الشاعر بيير دغونساغ أن يكتب أعوادنا هي لا شيء بالمقارنة مع أقل الأصوات التي تدوي عاليا بطرق متنوعة نحن الآن في عصرنا نعلم أنه لا يوجد صوت في الفضاء لذلك كان فيتاكورس مخطئا في هذا الصدد ومع ذلك فإن فكرته بأن الأرقام هي جوهر الأشياء هي تصور مذهل للفكر العلمي والذي تردد صداه في القرن السابع عشر من قبل غاليليو الذي كان يقول العالم مكتوب بلغة رياضية على الرغم من تألقه كان فيتاكورس شخصية مثيرة للجدل إلى حد كبير في الواقع تم ذبح العشرات من تلاميذه وهناك روايات عديدة عن وفاته وفقا لأحدى الروايات أثناء مطاردته من قبل السيراكوزيين اختار أن يموت بدلا من الفرار في حقل الفول كان يسمع الكواكب ثم هزمته بقوليات إنها ليست النهاية المرجوة خاصة بالنسبة لرجل سعى إلى الكمال في العلم أشكركم لمتابعة هذه الحلقة وألقاكم في حلقات مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر